صباح المحبة وصباح التوفيق والنجاح والتوكل على الله مشاهدين الكرام وما كنت تتابعوننا عبر شاشة WTV وطن وهذه حلقة جديدة وجولة صباحية أكيد متميزة ومنفردة ومختلفة بكل فقراتها وبكل ما موجود داخل أروقتنا بهذا الاستيديو من صباح بغدادي إن شاء الله نبلش يومنا بثقة وبإرادة وبتوكل على الله ودائما أنا يقول إنه إحنا مع بداية هذا اليوم نرسم لأمنياتنا ونرسم لأهدافنا فبالتالي من الممكن إن إحنا نحققها خلال هذا اليوم ما تحققت بهذا اليوم على الأقل إن إحنا سعينا إلى تحقيق أهدافنا والسعي بتنفيذ ما خططنا بالصباح أكيد إن شاء الله اليوم تستمتعون إيانا بهذه الحلقة وبهذه الجولة الصباحية من قناة وطن الفضائية وصباح بغدادي برنامجكم اليومي عدا الجمعة اللهم رب يحفظ العراق والعراقيين من كل شر ويحفظ هذا البلد ويحفظ هذا الشعب من كل المآسي ومن كل الأعلام ويبقى العراق صامت شامخ عامر أكيد بوجود أبطالنا المجاهدين في ساحات القتال من القوات الأمنية وحشدنا الشعبي البطل وكذلك لأحنا اليوم بهذا الأمن وبهذا التواجد وبهذه الأحوال خلي نقول اللي استقرت أكيد كل هذا ما إجا من فراغ إجا بفضل دماء شهدائنا اللي دافعوا عن هذه الأرض واللي بقى العراق عالي مثل النخلة شامخ مرفوع الرأس أمام كل العالم بفضل دماءنا مومنية أحد فنبعث دعواتنا بالرحمة والدعاء لكل شهدائنا وهم الآن عند الباري عز وجل مجالي كرام بلشوا ياكم بفقرة إيجابيات بالإيجابيات الأولى أقيم في محافظة بابل القاسم مهرجان طريق السبايا تخلى لهذا المهرجان العديد من الفقرات الحسينية المنوعة مثلا كانت هناك قصائد وأيضا شعراء تلو المنصة فكان أكو تواجد جميل جدا من أهالي القاسم في بابل فتكلل هذا المهرجان بالنجاح فالقضية الحسينية تستحق أن نقدم لها على مر الأزمان لمشاهد هذا التقرير من مراسلنا في بابل ومن ثم نعود إليكم ما تزال محافظة بابل تحتضن المهرجانات الشعرية الحسينية خلال شهر محرم الحرام مواساة للإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام حيث احتضنت الأمانة الخاصة لمزار الإمام القاسم عليه السلام مهرجانها السنوي الثاني بعنوان طريق السبايا بمجاركة عدد من الشعراء الشعبيين بالمختلف محافظات العراق اليوم ومن ضمن فعاليات ذكرى الشعائر أقامت الأمانة الخاصة لمزار الشريف مهرجانا شعريا مع موكب شيخ الطف أمسية أو مهرجانا شعريا يتضمن مجموعة من القراءات الشعرية لكبار شعراء العراق تحت عنوان درب السبي لترجمة أن درب السبي هو ليس درب ذلة وأهانة إنما هو رسالة وأعلام كان حاصلا في ذلك الوقت بالرغم من محاصرة الطغمة الأموية لحتى ألسن بيت النبوة ومنعهم حتى من ارتقاء المنابر لكن شاء الله إلا أن يتم نوره عبر تلك الثلة الطيبة زينب عليه السلام والإمام السجاد ونقول أن درب السبي أو درب السبا إنما هو التكملة لمعركة الطف وهي معركة أخرى أخذت على عاتقها الوقوف ضد الطغات بكل عنفوان وكبرياء المشاركون في هذا المهرجان الشعري أكدوا إنهم مستمرون بإحياء المجالس الحسينية والمناسبات الدينية الخاصة بهذا الشهر الحرام من ثم الاستعداد خلال الأيام المقبلة وتجهيز المواكب الخدمية لاستقبال الزائرين المتجهين صوب كربلاء المقدسة من أجل إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام نعزي العالم الإسلامي والإمام المهدي المنتظر بذكرى شهادة الإمام الحسين وكذلك شهادة الإمام السجاد عليه السلام وبهذه الذكرى الأليمة على قلوب المؤمنين تجد الموالي الأهل البيت يتفننون بقضية الخدمة الحسينية وكذلك يبذلون الغالي والنفيس من أجل استمرار هذه الشعائر وشعائر أهل البيت لا سيما أن الأمانة الخاصة لمزار الإمام القاسم عليه السلام قد أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول من محرم الحرام وعدت برنامج خاص لاستقبال شهر محرم لم يقف العزاء ولم تقف قضية العزاء في مدينة القاسم وفي كل محافظات العراق لا سيما محافظة جبابل على إقامة المهرجانات فقط وإقامة العزوات لا تعدى ذلك إلى بذل الغالي والنفيس من خلال إعداد برنامج خاص لاستقبال شهر صفر من خلال استقبال المواكب المعزية الملايين القادمة من جنوب العراق والتي تحطر حالها في هذه المدينة نهض الحسين عليه السلام بصوته الذي صدح في ربوع المعمورة وأقدم على التضحية بدمه ودماء أهل بيته الطاهرين فكانت نهضته المباركة حياة للإسلام وعبرة للمسلمين ليتزودوا من حركته التي بقيت حية نابضة على مر الزمان لقناة وطن علياس محافظة بابل أكيد نشكر الزميل مراسلنا في بابل علياس على أعداد هذا التقرير المتميز حقيقة نفخر لما نشاهد هذا الإحياء لمجالس الإمام الحسين وهذا الاستعداد النفسي الروحاني الخدمي لاستقبال زوار الإمام الحسين عليه السلام من خلال التهيئة بهذه المجالس وشاهدنا هذا المهرجان في مزار الإمام القاسم عليه السلام في بابل ونحن نتعطش لقدوم زيارة الأربعينية نتعطش بألم نتعطش بحرقة القلب أننا يوم بعد يوم ننتظر قدوم هذه الأيام المباركة هذه الأيام العطيرة التي من خلالها نجدد العهد لإمامنا وسيدنا وقائدنا الإمام الحسين عليه السلام في ذكرى استشهاده أربعينية استشهاده أكيد نبعث كل الشكر والتقدير لكل من يبدأ ويبادر ويبذل هذه الجهود من أجل خدمة الإمام الحسين عليه السلام نشاهد الآن فرحة طبعا بعد إجراء الحضر الأمني اللي شاهدناه جميعا في العراق تم عودة فتح الحدود ما بيننا وما بين الجمهورية الإسلامية إيران نشاهد هذا الفيديو اللي عبر عن فرحة زوار أبي عبد الله الحسين بدخولهم إلى الحدود العراقية 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 شاهدتم كيف يتراكضون مسرعين بكل قوتهم بكل إرادتهم بكل شجاعتهم أنهم يدخلون العراق حتى يسجلون ويحصلون فرصة زيارة الأربعينية والوصول إلى كربلاء فهذا هو حب الحسين هذا هو حب أبي عبد الله هذا حب القائد شهيد الكون الذي قدم ما قدم من رسائل من أجل الإسلام وحماية مستقبل الإسلام فشاهد زوار الأربعينية من كل حد وصوب يأتوك زحفا يا سيدي يا مولاي فالفتحية لهذا الشاب الذي كان يحاول أنه يحصل فرصة الدخول ربما بذهنه قد يحدث شيء وتغلق الحدود لكنه الحمد لله حضية بفرصة الدخول إلى أرض الحسين عليه السلام مشاهدين الكرام أعمال مكثفة عند مرقد الإمام الحسين عليه السلام واستعدادات لاستقبال أربعينية الإمام الحسين جهود عظيمة وجهود كبيرة يبدلها خدمة الإمام الحسين استعدادا لاستقبال ملايين الزوار داخل العراق والزائرين من أنحاء العالم والأعداد خيالية في هذا العام يعني فقط من دولة وحدة سيأتي خمسة مليون زائر كيف في باقي البلدان فإذن هذا العام سيشهد أكبر زيارة أربعينية لا تعد بالملايين من أنحاء العالم مشاهد هذه اللقطات على الشاشة المقدسة وهنيالهم أنهم محظوظين أنهم يخدمون خدمة الإمام الحسين يخدمون زوار أبي عبد الله الحسين يخدمون هذه الأرض وهذه المدينة المباركة بوجود الإمام الحسين عليه السلام أخيه أبا الفضل العباس وانتهت فقرة إيجابيات مشاهدين واقعة الطف بعدسة عشاق الحسين عليه السلام وأصدير بهذه الحلقة واحد من المصورين اللي أبدعوا حقيقة بنقل لقطات فوتغرافية عن زيارة الأربعينية وزيارة عاشرة وتشابيه واقعة الطف بطريقة حرفية ركز على كثير من القضايا كثير من الأمور العفوية بعدسته لذلك اليوم أنا حبيت أن أصلت الضوء عليه وأدعمه كما هي رسالة صباح بغدادي أن ندعم الشباب اللي أدهم إرادة وحب للقضية الحسينية الصديق المصور مشتاق أحمد صباح الخير وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكر استشهاد الحسين عليه السلام عظم الله أجرك صباح الخير عليك وعلى جميع الكادر القناة أهلاً وسهلاً بك حبيب أستاذ محمد أمرك حياك يا الله أهلاً وسهلاً بك شكراً لك العناء ووصلتنا بالبداية لماذا أنت قررت أن تندر عدستك لقضية الإمام الحسين والمجالس وخابه التفاصيل شوف أستاذ محمد بالبداية الحمد لله شكراً على هذه النعمة قضية الإمام الحسين قدمة نحن كشباب مصورين وزماليهم يعرفون هذا الشيء ولكن قدمة أن نقدم الأهل البيت شيء قليل من خدمة من تعاطف من أي شيء في خدمة الأهل البيت شيء قليل بالنسبة نحن نتقاط نحن هي الصورة شنو تجيب بلحظة أو فيديو يجيب بلحظة كخدمة مواقب أو زيادة عاش وراء في كربلا المقدسة تأتي بالثانية تأتي مثلاً الطفل يطالع موكب يضرب زنجيل هذا الشيء لا تتلاحق عليه إضافاتك ما تتركزت على هذه التفاصيل؟ نعم هذا الشيء نادر أو مثلاً بنيت جاي دموحة جاي جاي تنزل من يمها شيء هذا كل شيء غالباً ما تلقاه مثلاً يعني بالمواقب أو في زيارة فيحنا تجي يعني قلت لك مثل ما ذكرت لك أنه هي لاحظة لو تلاحق عليها لاحظة من الزمن تستغل وتستثمر الفرصة والان أنت تتوقيت نعم 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 هذا الشيء سنة عن سنة نحب أن هذا التشابه في كاربين مقدسة أو في كربلان مقدسة حتى الموصل الصوري لخدمة آل البيت وخدمة إمام الحسين بألطف وأحلى وأجمل صورة حسناً، كيف تتميز بين عملك مصور بالمجالس والمواكب الحسينية والزيارة وبين عملك بالمجال الطبي أيضاً مصور بالإعلام؟ بالبداية، أنا موظف بدار أصبحت بأولاد الكهر، مجال الصح أو مجال الوظيف مواتي، الصبح يعني، وظيف الصبح الحمد لله، والشكر الصبح ماكو أي الصبح، هذه الأمور الخدمة الحسينية هي بكل وقت، مهمتني؟ هي بكل زمن، بكل وقت، لا نستطيع أن نحدد وقت لها تجي عندنا مثلاً نروح الكهر مئة مرات، الكهر من المقدسة، نقل مواكب، نقل مثلاً تشابيه بيوم عشرة محرم، من الناحة التطبير وهذه الأمور في الصبح بالوظيفة، الحمد لله وشكر، والمساء نشوف يعني مواكب العصر، تعرف المواكب، الجو عندنا شوية حار، في المواكب يطلعون العصرية المغربية هي تي، ونحن نصور اللي إحنا جد ما نحاول نطلعها بأجمل صورة جيد، توثيق المجالس الحسينية عادة يتم بطريقة أنه أنتم ترشحون أسماكم لهذا الموكب أو هذا المجلس لو أنتم كفريق مصورين توزعون نفسكم على مجموعة من المجالس أستاذ محمد، إحنا كشباب شيء من عندنا، يعني إحنا من داخلنا، أكو فرق، يعني أكو فرق يعني هم متعددة بهذا الشيء، يعني بخدمتهم الموكب، بس إحنا يعني صراحة نحب هذا الشيء، وندخل للموقع أو نستاذي نيابة، نتصور هذا الشيء، يعني عادية، هذا الشيء، أي أوكي، نأخذ موافقة ببداية، يعني أكو أغلب خدام الموكب، أو في كربلا، ننطق الصورة، نستاذن من اللي طقنا على الصورة، نقول لي مثلا نطقناك هذه الصورة، أوكي، أوكي، يمو يوافق، دا ما يوافق معنا، ما هي أكثر شيء ظل ببالك كمصور، موقف، شيء لحد الآن ألم بك، ما تنسى؟ دا ما في كربلا، هاي السنة، أي هاي السنة، يعني بعشها محرم، نحن لكربلا، طب موكب، يعني طفل، يعني هو تقريبا ما يتجوز عمره أربع، خمسة سنين، يعني هو طفل، ما يعرف شون القضية الحسينية، ما يعرف، بعد صغير، ما أدا صغير يعني محمد، لازم زنجيل ويلطم بحرقية ودموع الصوب، يعني هذا الشيء يعني كلش حلو يعني محمد، حب الحسين فطري، فكلش ألمني، حتى يعني خليت له صورة، وكلش يعني قهرت عليها. زمين المخرج، يا ريت لو نشاهد بعض من الصور، علقنا على هذه الصور؟ هذه بالكاظمية مقدسة، ماتين، والله، 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 محمد، هذه الصور، هذا الطفل، ألمني كل شيء بحيث دخلنا بعنق الصور، تحب تركز على أطفال، تحب تركز على أطفال؟ أي مهم، يعني، هي شنو هي الصورة، يعني صورة الطفل بها خدمة، مو يعرف محمد القضية، شنو، بالضبط، هذه في كربلاء، هذه في كربلاء، هذه كان موكب، ماتين، داخل، هذه في كربلاء، هذه داخل الصحن، أي في كربلاء، أي في كربلاء، حضرة الإمام الحسين، سلام الله، هذه بانوراما، هذه صباحية أو ظهرية؟ لا، صباحية، هذه بالليل، شعلة الأمل عند الطفل، هذه الشيبة، خيبة الحسينية، حشرة محرم، هذه السلام، الله، هذه رسائل حقيقة، يعني، هم أطفال، يعني، هم أطفال، يعني، الله يعرف مثلاً، هسه هو أربعة، سنين، خمسة سنين، أنت هنا مركز على كل الفئات العمرية، كل كل الشياب الكبار، هذه لقطة عفوية، كل شي عفوية، محمد، الله، 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 هذا، هذه بين الحرامين، من داخل الصحان، هذه داخل الصحان، هذه الطفلة، الله، هذه وين؟ هاي بكربلة هماتين هاي بالكاظمونية شعورك وانت ترصد هذه المشاهد هذه المواقع شعور ميوم ونصف محمد يعني انت من ناقض الصورة تباو عليها تحملها وتنزيها التليفون لك فالتعديلات بسيطة لازم نفعل تعديلات بسيطة لازم نحن في عصر البلاتر محمد تباو عليها يعني هي الصورة يقول لك بألف معنى المتباو عليها مئة ألف معنى إلها يعني تتعمق بيها شوف تقوم معقولة يعني هذا قضية الموم الخسرين واللي صار بينهم وهي بحرقة قلب ودموع ويبتش مشتاق أني كل شيء فخور بانضمامك وتواجدك شنو اللي جاي تخطط للمستقبل شنو القادم شنو تحضيراتك الآن لزيارة الأربعينية إن شاء الله نحضرين أنه نخدم الإمام الحسين بأحسن صورة وبأحسن أو أجمل واقع من اللي داي نعيشه اليوم إن شاء الله نقلت لك القضية إمام الحسين وأهل البيتش قد ما نخدمهم ما راح نوف من يومهم أي شيء يعني قليل بحقهم قليل بحقهم إن شاء الله بقادم أفضل البيئة اللي إمت عايش بيها إلها دور كبير حتى إمت دخلت هذا العالم أي أكيد البيئة اللي إحنا عايشين بها هي اللي إحنا منطقة شعبية ومناطق الشعبية حاليا يعني هي سباقة بهذا الأمور طبعا من اللي يشجعك أكثر؟ الفضل الكبير اللي بمجال التصوير هي أمي يعني أمي هي العنصر الأساسي التشجيع بهذا الأمور كلها أمي هي محمد يعني كل شيء قالت اللي تقول شو تريد أنا؟ يعني أنا ويق تصوير شيء هذا إنجازك أنت إليك أنا أبتخر الأم ستبتخر بابنها إذا يوصل المستوى اللي هي تريدها أو اللي هو يريده بعد المراتب يشوفها فالدعم الأساسي يا أمي ماذا؟ بهذا الشيء لجمال تحية لوالدتك الله لك تحياتي وكل أمهاتنا اللي عندن هذا الشعور والانتماء الحسيني كلمة خيرة تحب تقولها لكل من يشاهدك شكرا لك وشكرا لقناته وشكرا لكل الكادر وتحياتي لكم يا رب إن شاء الله الموافقية والقادمة أفضل لكم وأشكرك حبيبي أستاذ محمد على حسن الضيافة إليك يا حبيبي نورتك نورك مشاهدين الكرام بعدما تعرفنا على هذا المنجز الشبابي وهذا الإبداع الشبابي اللي هو ينذر نفسه وينطي هذا الوقت الكبير من يومه فقط حتى يريد يحصل على فرصة أن اسمه يسجل ضمن خدمة الإمام الحسين مشاهدنا هذه الصور المعبرة وتحديدا صور الأطفال اللي هم رصدهم مشتاق حتى يبرز هذا الشعور الفطري هذا الانتماء الفطري للإمام الحسين إذن أصبح الإمام الحسين والحمد لله وقضية شخصية لكل العالم يعني نحن اليوم نشوف حب إلى من حتى من الأجانب من المسلمين وغير المسلمين لأن الإمام الحسين قضية والقضية لا يمكن أن أحد يقدر ينكرها في يوم من الأيام فالحمد لله انتصرت القضية الحسينية على كل العصور وصلنا إلى محور جدا مهم الشباب ومبادئ الثورة الحسينية الشباب والاقتداء بمبادئ وتوابط وما طرح من أهداف من خلال الثورة الحسينية وواقعة الطفل شنو اللي لازم يتأثر به الشباب شنو اللي لازم يستفاد من عنده الشباب بعصر العولمة والحداثة وعصر الميديا والإعلام المرئي والرقمي وهذه التفاصيل وصلنا إلى مرحلة أن نحن القضية الحسينية والثورة الحسينية تتجدد مع تجدد الأيام مع حداثة الأعوام مع مرور الزمن مع قدوم المستقبل إذن الثورة الحسينية هي ليست ماضي فقط هي حاضر ومستقبل متجدد وعابر لكل العصور أستضيف بهذا المحور مشاهدين الكرام واحد من القادة الشباب والناشطين والإعلامين المتميزين اللي قلهم باع في مجال التنمية والتوعية والتثقيف الإعلامي خطاب القيسي صباح الخير وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الحسين عليه السلام عظم الله أجركم ونعزي الإمام صاحب العصر والزمان والمراجع العظام بذكرى استشهاد سيد الشهداء والثلة المؤمنة من أصحابه ومن آل بيته بهذه الفاجعة التي لا تقلل شأن أن نقول عنها خالدة فالإمام الحسين وآل بيته في واقعة الطف لم تكن واقعة الطف مشروعا إنسانيا أو سياسيا فقط إنما هو مشروع ديني مشروع اجتماعي مشروع للعبر والإنسانية والانتزام بثوابت النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا حبيبي وأنت واحد من هذول الشباب اللي عندهم هذا الحس والحرص على المجتمع بالبداية خلي نعرج على قضية وهي تطور وحداثة القضية الحسينية مع عصر العولمة كيف ممكن ذلك أننا في كل عام كأنما القضية الحسينية بها تجدد يعني نكتشف أحتاب القضية تتناسب مع الأجواء مع اختلاف السنوات يعني بالبداية نحن نتفق على جزئية أنه الأخلاق والسلوكيات هي من الثوابت نعم والعلم والتطور هو من المتغيرات فأحنا من المفترض أنه نخلي هاي القاعدة قبل ما نناقش محور العولمة وغيرها الإمام الحسين وآل بيته الأطهار وأخيه أبو الفضل العباس عليه السلام قدموا نموذج للعطاء الإنساني والأخلاقي والسلوكي والديني سيبقى خالدين لذلك مهما تطور المجتمع ستبقى الثوابت ثوابت والمتغيرات متغيرات يعيك شيني الثوابت يعني إحنا إذا ريدي نعرج عليها عن ثوابت أهل البيت اللي هم مستلهمين ثوابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إلا بوحي نيوحى يقول أني أتيت لي أتمم مكارم الأخلاق فهذه جزئية مهمة فآل البيت مهما نبحث عن شلوكيات وعن أخلاقيات فهي شلوكيات وأخلاقيات مستنبطة من الرسول الأكرم فإحنا مهما نكون إحنا نريد نبحث أو غيرها راح نلقي أنه يعني كل شيء هو المستوى المثالي أو ربما أعلى لذلك إحنا من المفترض أن نبحث أكثر وأن نطالع أكثر بسلوكيات وأخلاقيات أهل البيت ونجعلها من الثوابت لا من المتغيرات هذه جزئية كل شيء مهمة والحمد لله وشكر إنه إذا راجع بطريقة شعبوية للتاريخ الإمام العباس حتى استشهاده لم ينادي الإمام الحسين بأخي نعم كان يناديه بسيدي أو مولاي لأنه كان ينظر كخيفة للمسلمين ولي أمر المسلمين واليوم إحنا نتابع نوع العلاقة بين الأخ الأصغر والأكبر يعني بمستوى متدني للأسف شواهد يعني على مستوى مجتمعي نحن نتدري يعني كقادة شباب كناس مؤثرة كصحفيين وكل من يتبنى هذا المنهج الإنساني والديني يقول إنه إحنا مع الحريات شرط أن لا تنتهك الأخلاقيات كل يوم عندنا أخلاقيات تحكد خصوصية للأسف يعني أنت من تجي شاهد عيالنا ونشوف الأبن مثلا يدخن قدام أبو بكل نرجسية وبكل فوقية يعني هذا ما يدل إلا أن تدني الأخلاق وتدني قلة وعي المجتمع البعض قد يتهمك ويقول لك هيا حرية شخصية أو ممكن أبويا سبورت مثل ما أحنا بالتالي هي أكو حريات وأكو سبورتية أكو الانفتاح الجيلي اللي إحنا جنشوه لكن أكو ثوابت أحسنت إحنا اللي نركز عليه نقول إنه أكو ثوابت فاللي حافظ على هذا المنهج إحنا ما نقول إنه لا تدخن لا تخطأ إحنا ما بين شخص معصوم بهذا الزمان إحنا ما نقول إنه لا تخطأ أو لا تدخن أو لا تمشي بطريقة طريقة بالتالي هم شباب معرضين لميول معرضين لآراء لتأثيرات خارجية لأصدقاء سوء خلي نقول لكن إنه إحنا لازم نهاية وحريص على نفسه ومسؤول عن نفسه يعني إحنا لازم إنه نتفق على فجزئية إنه أولياء الأمور الأبهات الأمهات العراقيات هذه النساء العظيمات يجب أن يضعوا بذورا أخلاقية منذ الطفولة يعني إحنا إذا ركز على مفهوم الشباب مفهوم الشباب وفق كل المفاهيم العلمية والدينية والتاريخية تقول له أنه هو السن الذي بين عجزين يعني مرحلة شبابية خلي نقول من سنة يعني من عمره 14 إلى 26 إلى يعني على أسس علمية تقول له 26 على أسس دينية تقول الشاب للأربعين الشاب للأربعين فهو يكون بين عجزين العجز بمعنى مو العاجز عن الحركة أو الكذا العاجز اللي هو في مرحلة الطفولة اللي يكون بعده يعني سلوكياته وتحركاته مو منضبطة على مستوى الشاب أو مستوى اليافعين وأيضاً اللي عابر السن القانوني للعجز اللي هو سن التقاعد اللي هو 63 سنة فالشاب اللي احنا خلل نقول يعني هي مرحلة جدين كبيرة خليقوا تبدي مني 14 إلى 15 سنة للكل 60 قانونياً فهاي الفترة هو لازم أنه ياخد دوره كل الأمم تبنى على هذه السنية طيب تحدثنا عن الثوابت وتحدثنا عن المتغيرات وتحدثنا عن دور أولياء الأمور وتحدثنا عن أمور هي من ضمن العادات والتقاليد أنه لازم يكون أكو احترام ما بين الشاب ووالده ما تعتبر هذه من الحريات الشخصية حريات الشخصية أنه أنت تحق ما تريدون أن يتدخل أحد في قراراتك بالضبط الآن نتحدث عن فئة الشباب طلبة الجامعات هذه الفئة الواعية هذه الفئة التي نعتبرها بنات المستقبل كيف ممكن أن نجعل هؤلاء الشباب يقتدون بممارسات بثوابت برسائل بمنهج الإمام الحسين فبالتالي سننقل إلى فئات كبيرة بالمجتمع إلى الحرم الجامعي إلى الأوساط الشبابية بالنهاية الزمالة يعني نحن لموضوع فئة طلبة الجامعات وهي فئة جدا خطرة رغم باللغة سنة الرجل لكن هي فئة خطرة نحن على مستوى العراق أكو تحديد أو فصل بين الإناث والذكور في المرحلة المتوسطة والإعدادية إلى نواصل الجامعة فلذلك من الممكن أن كل السلوكيات الخاطئة تظهر بالجامعة على مستوى الشباب اللي خلي نقول عبروا سن اليافع اللي هو سن سن البلوغ بالتالي إنه إذا كان مستنبط أخلاقياته وسلوكياته على البذرة الحسينية أو البذرة المحمدية رح يطبقها ببنية نشأة صحيحة بالتالي هذول الشباب هم مكلفين أكثر بإشاعة الثقافة الأخلاقية قبل أن تكون دينية يعني إحنا بحاجة أن هذا الجيد يشيع أخلاقيات النبي محمد اللي هي أكرم الخلق وأيضا أخلاقيات أهل البيت بين الأوساط الجامعية قبل أن تكون دينية يعني أنا ما أقول تعالى أنه عندي رسالة دينية أو أفد كتاب ديني أو أفد رسالة أو سياسة دينية معينة أقول أنه أن أنقل أخلاقيات أهل البيت والرسول إلى الجامعة فهي خير ثمان برأيك اليوم أكو تقصير من الجانب التربوي بالمناهج التربوية ليش ماكو هذا التركيز العميق والكبير على الثورة الحسينية على واقعة الطف ليش ماكو هذا الاستنباط من هذه الرسالة العظيمة على مرة التاريخ ليش ما ندرس الأجيال منذ الطفولة ما هي الثورة الحسينية ثوابتها، أهدافها، متغيراتها، مؤثراتها على المجتمع ليش ما نشوف هذا الاستحداث بالمنهج التربوي؟ هذه الجزئية كلش مهمة أذكر في 2015 أو غيرها، سوينا دراسة وقانون كان من المفترض أن يسن في مجلس النواب عن استحداث المواد التدريسية على المستوى التأهيلي اللي خلنا نقول الابتدائي والثانوية ثم الجامعات وإضافة بعض القضايا التاريخية المهمة لهذا التاريخ يعني إذا نراجع بالمرحلة الابتدائية أنه قضية الإمام الحسين موجودة معركة الطفل، لكن نلقاها بصفحتين وبتقيية وتصغير وتحجيم لهذه القضية بينما هي تحتاج إلى مبحث كامل وكتاب دعنا نقول على كل المستويات يعني أنا هذا الطالب من أنا جاء درس التربية الإسلامية يعني ما جاء درس الفقه وأصولياته، تربية إسلامية من درس التربية الإسلامية، لابد أنه أضع هذا المنهج وهذه القضية كجزئية مهمة من مراحل التدريس إلى أن يصل إلى الدار حتى يشع جيل واعي، جيل صح حتى تكون عنده الثقافة والمعلومات الكاملة عن المرحلة التي هي ما بعد الخلافة فهذا للأسف أنه أكو تقصير من وزارة التربية، من مجلس النواب، من المؤسسات الحكومية بهذا الجانب نتحدث عن آخر محور قبل ما نصل إلى الختام ما هي الأهداف، ما هي الرسائل التي ترغب أنت بأن تؤكد عليها وتركز عليها وتبعث بها رسائل إلى الشباب على الالتزام بها؟ يعني هكامرت إن شاء الله خلأ أخذها طبعا إحنا قضيتنا أنه نقول للشباب أنت لا تبحث عن التطرف الديني قبل أن تبحث عن الأخلاقيات اللي موجودة بالدين الإنسان اللي ينشئ ببيئة دينية يختلف عن الإنسان اللي ينشئ ببيئة غير دينية لكن أنت مطالب بأن تبحث لا تبحث، أبحث عن سلوكيات وأخلاقيات وثوابت منهجية الرسول الأكرم وآل البيت إذا بحثت عنها رح تلقاه أنه هي الطريق الصحيح والطريق الإنساني والطريق المنفتح والطريق الذي يؤدي إلى تقبل الآخر تقبل الآخر هذا يأتي لما نحن نبدأ نفهم لما نبدأ أفهم رأيك أنت تفهم رأيي لازم أيضا تفهم مستوى عقلي وعناجي أفهم مستوى عقلك أيضا البيئة مؤثرة جدا اليوم إذا أنا أنشأ ببيئة وأسرة بعيدة كل البعد عن الانتماء للإمام الحسين هذا أيضا يؤثر أكيد بس أنت قضية الإمام الحسين هي قضية عالمية وتأريخية أنا ما أعتقد أنه نسبة البشر اللي موجودين على الأرض اللي على دراية بقضية الإمام الحسين تصل إلى 95% فأنت قلت لك أنا أنه أنت مطالب أن تبحث لا عن تغرض البصر أنت أبحث وأنت تلقائيا أنت رح تبحث بكل المباحث وبكل الأصوليات وبكل الأديان السماوية والغير سماوية رح تلقي قضية الإمام الحسين هي قضية إنسانية وعظيمة وأخلاقية كم نسبة تأثير المجالس الندوات فرش العمل يعني هذه الورشات وعندنا المدرب مهند شهيد وأسماء رائعة جدا برزت بالتثقيف والتوعية الشبابية كيف قد إحنا اليوم محتاجين من مهند شهيد؟ كيف قد إحنا محتاجين مثل خطاب القيسي بتوعية الشباب على مبادئ صحيحة؟ فبالتالي هذا المبدأ الصح وينتمي إلى الحسين؟ يعني شوف إحنا بقضية العمل الشبابي أولا تحير للزعيم والمعلم أستاذ مهند أجمل تحير اللي زرع بنا بذرة العطاء باتجاه هذه الفئة المهمة اللي هي فئة الشباب نعم إحنا بحاجة لألف خطاب ولمليون مهند شهيد لنشيع ثقافة العمل الشبابي والعمل الإنساني نعم يعني أنت مجرد أن تزرع بذرة العطاء بنفس فرد واحد رح تلقاه هو هذا اللي رح يشركها مع باقي أقرانه نعم فإن شاء الله أنه إحنا اللي نتمنى أنه ثقافة العمل الشبابي ثقافة العمل الثقافي العمل الإنساني الطوعي أنه تكون على مستوى أكبر بالأمر أكيد طبعا هذا المحور ما ينتهي لين بجانب خيري بجوانب إنسانية بكثير من التفاصيل خطاب القيسي أنا جدا سعيد اليوم بينضمه و أنا سعيد أنا بمحور مهم و أنا أيضا كله سعيد أنه أكون ضيف بقناة وطني القناة يا حبيب و أسأل الله أنه يوفقنا و يوفقكم لخدمة أهل البيت و لخدمة الشباب شكرا دزيلا حياكم الله مشاهدين الكرام وصلنا وياكم إلى ختام هذه المحطة الصباحية من صباح بغدادي على أمل أننا قدرنا نقدم صورة نقدم توجيه و إرشاد من تجربة شبابية ناجحة مثل الخطاب و كثير من الشباب المتأثرين و الملهمين و العاشقين لدرب الحسين عليه السلام هذه تحياتي محمد الأفدي ألتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة من صباح بغدادي مع السلامة